السلام عليكم ازاي حراتكم الرابط ده ما تكونوا بخير انا ريمون صبري وان شاء الله في هذا الفيديو هتكلم مع حداتكم على حاجة جميلة جدا بخصوص مواقع الطبعة عن طلب زي ريت بابل وتي سبرينج ومارشو بي امازون وتي بابلك وخلافو وهتكلم مع حداتكم على منتج جميل جدا انت حياة ممكن مش مدول القدر الكافي من الاهتمام او انت مش مقدره كما ينبغي عشان كياة ان شاء الله في هذا الفيديو هتكلم على هذا المنتج الجميل وليه هو بجد ممتاز ومش بس كده ادعلكم برضو على افضل منصة تعمل لها برموشن لهذا المنتج المحترم حيث يتم عليه طلب بشكل كبير جدا ان شاء الله لمزيد من النتائج ومزيد من المبيعات المنتج ده هو احد الاكسسورات الخاصة بالموبايلات وهو الايفون كيس بالطبع اي شخص ممكن بقى بيحب يعمل تزيين لاي حاجة واي شيء دايما تكون معايا بشكل دايم بشكل مستمر زي كميسال اللابتوب اي ممكن شخص بيجيب استيكرز او الملصقات اي شخص ممكن بيحب يعمل تزيين للتليفون الخاص به فممكن بقى بيجيب له ملصقات ايضا او ممكن بقى بيضيف ميزا اضافية وهي الحماية الخاصة بالهاتف وبالتالي بيجيب ايفون كيس من اجل وبرضه من اجل الحماية وبجد منتج الايفون كيس بجد منتج مطلوب جدا ومنتج محترم للغاية موجود في كل مواقع الطباعة عند الطلب وانواعه حياة مختلفة فانت اهريكم دلوقتي مع بعض ممكن اعينها من بعض مبيعاتي الخاصة بهذا المنتج المحترم وكمثال في منصة ريت بابل اهو قدام حضارتكم هو مثلا كمثال اهي مبيعة خاصة بنوع من احد انواع الايفون كيس او ايفون تويلف برو صوفت وعندك انها مشربح تقريبا حوالي تداخل على ثلاثة دولار نفس موضوع يطبق برضه في نوع اخر اسمه ايفون ايفون تويلف برو ايفون 11 برو هذه مشربحة انها مشربح تقريبا اثنين دولار بعض نوع اخر ايفون تويلف برو ماكس يعني تم اضافة بقى الماكس انه اatteف نوع اخر كبير بنوع الفورية من نوع الطف ولاست الشفت عندك انها مشربحة كبيرا حوالي اربعة دولار نذهب أيضا على عيننا اللي بعدها قال وهو آيفون XR Soft XR Soft وده هام الشبح الخاص به تقريبا حوالي 3 دولار أما أيضا اللي بعده هو آيفون برو ماكس طف من النوع الطف تقريبا هام الشبح الخاص به تقريبا 3 دولار وبرضه فيه نوع آخر وهو آيفون XR من النوع الطف وليس XR Pro تمام لو طبعا ذكرناه فيما سبق في صور اللي قبلها وبكذا حاليا تعرفت ان فيه انواع مختلفة بجد من الآيفون كيس وكلها بتتباع وكلها عليها طلب بشكل كبير جدا في مواقع الطبع عند الطلب وهنا بقى بيجي السؤال المحترم جدا ايه هي بقى الميزة اللي بيتعود علي من عمل تسليماتي على الآيفون كيس هنا بقى بيكون فيه اكثر من ميزة اول ميزة بقى تلاقي ان اي نوع من انواع التسليمات بتليق على الآيفون كيس سواء كان overall design يعني ممكن تصميم بتفرد بالكامل على الآيفون كيس من اجل عمل الديكوريشن لهذا الآيفون كيس ثاني حاجة بقى ممكن بقى تصميمك يكون ممكن منواع الكوتس او الاقالي وطبعا دي بجد حاجة محترمة جدا ومطوبة بشراها بجد الآيفون كيس وعليه مقولة او جملة مأثورة ولا حاجة ثاني حاجة بقى ممكن تصميمك ده لو كان هو خاص بالباترنز اللي هو ممكن حيثت خاصة فيها تكرار زي مثلا باين ابلز باترن ليفز باترن وخلافه وطبعا دي بجد حاجة جميلة جدا ونيتش محترم لغاية ممكن يكون في شكل ماربل مثلا او ممكن حاجة خاصة بالالوان وتداخلها وطبعا دي بجد يعني شات محترمة جدا 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 وبتليع على منتجات ذيها زي الايفون كيس كمان برضا حاجة انت ممكن تعمل تصميماتك دي خاصة بكليب ارتس او صور معينة خاصة مثلا بالكاس الدوجز اليونيكورن وطبعا تلك مثل الكليب ارتس حاجة انت ممكن تحصل عليها ممكن من مواقع زي كرياتف فابريكا او كرياتف ماركت ولا حاجة او بهذا المنظر المحترم طبعا مثلا زي كده ولكن هي خاصة بجد طبعا دي بجد ممتازة لو انت عملتها بقى على ايفون كيس ككليب ارت وطبعا زي حاجة مشوفتوا بقى الخاصة ممكن فيه صورة الدوج ولا حاجة او ممكن زي صورة الوها وخلافه تمام حلو خالص احيان اما بقى الميزة رقم اثنين الا وهي بقى الهامش الربح الخاص بهذا المنتج المحترم هنا بقى الهامش الربح الخاص بالايفون كيس بتراح ممكن في كمثال معاك من اثنين دولار الى اربعة ونص دولار او خمسة دولار طبعا تبقى لنوع الايفون كيس ازا ما حالكم مشوفته هل هو ايفون برو ماكس مشعف مين تويلف طف ولا صوفت وكذا تمام فليه هم الشرح برضه محترم اعلى طبعا اكيد من الاستيكرز ويماثل ويعادل موضوع اي تي شيرتات وطبعا دي بجد حاجة ممتازة جدا باضافة لحيان انت اطلعت برا زحمة موضوع تي شيرتات بقى وموضوع تانك توبس وخلافه ودخلت بقى في كاتيجوريز اخرى خاصة بالاكسسورات الخاصة بالموبايلات والالكترنيات وطبعا دي بجد حاجة ممتازة جدا والناس ممكن دايما تسعى دايما تزيين الفون الخاص بهم تمام اما بقى مينزل رقم ثلاثة معنا النهاردة قال وهي بقى انت عندك منصة خاصة بترويج هذا المنتج المحترم وبيطلب فيه بشكل كبير جدا طبعا منصة طبعا دي هي منصة اه بنترست طبعا لترويج منتج الايفون كيس انت مثلا لو جيت هنا على موضوع الخاص بالاناليتيكس هو الاحصائيات الخاصة بحسابك المشاهدين او الجمهور اللي بتابعك انت في بنترست تمام زي مثلا موضوع وموضوع الخاص بالناس اللي ممكن بتتبك على بنترست اللي هو طبعا موضوع اكيد من الفيميلز طبعا دي اكيد وهنا الفائل العمرية اكثر ناس روهم من عندهم خمسة عشرين سنة لغاية خمسة او ثلاثين سنة طبعا الوكيشن طبعا لحشان انا اخترنا اه بنعمل استهداف لامريكا تماما اه ازا حاج شايفة اه ونمزل بعد حتى شويك هتلاقي هنا في فلتريشن او موضوع تبقى لموضوع الديفايس او الاجهزة المستخدمة في تصفح بنترست هتلاقينا حضرتك في موضوع الديفايس هنا هتلاقي اكثر ناس بتعمل تصفح على افليكيشن خاص بنترست هو الايفون يوزرز الناس المستخدمي الايفون طبعا هي يعني يقارب طريبا من ستين في المية باضافة طبعا الناس اللي هم برضو مكمن في الابل برودكتس اللي هو طبعا زي الايباد طبعا يتنون ببعض حوالي سبعة وستين في المية وبالتالي كان لحديك انت اكيد فهمت ان طبعا هزا المنتج المحترم بيكون لي استهداف بشكل كبير جدا وعليه طلب في ناس اللي تعمل براوزن جدريدي على منصة بنترست اللي هو طبعا الناس اللي المسكين ويستخدموا الايفون موبايلز تمام حلو خالص وعشان كده بجد تعملت بقى بروموشن للمنتج الايفون بمنتج الجمال بمنتج الاحتراف ويحبزة بقى لو انت استخدمت ممكن احترافية بتدي كده طابع كده يعني زي طابع واقع شوية كده اكتر واكسر عملية مثلا باستخدام ممكن مواقع زي بلاس اتا ولا حاجة طبعا دي اكيد الحياة بيستعرض التصميم الخاص بحضرتك بقى على الايفون بشكل جميل وبشكل جذاب مية في المية وانا اصل لكم الحياة برضو تحت في ديسكريبشن بوكس هسب لكم هنا برضو اكسيل شيت مغاية في الاحتراف الحياة بيحتوي على كل الهاشتاج كل الكلمات المفتاحية اللي بتحتوي على الايفون كيس بجد عليه طلب كبير جدا في منصة ومش بس كده انا برضو اجد لكم حتى هنا خاص بهذه الكلمة المفتاحية يعني مثلا عندك هنا رقم واحد تعني اللي هو اكثر اكثر شعبية في البحث هو كلمة ايفون كيس رقم اثنين طبعا ده الترتيبه الثاني في نسبة البحث او في موضوع الشعبية والاكثر بحثا بخصوص هذه الكلمة واي فون كيس ستيكرز وطبعا وبنفس المنوال طبعا تطبق في الكوتس وفي الستيكرز وفي ديزني وفي الاثتك وفي الانيمي وفي الارت وانا برضو هنسل لكم برضو هنا بعض الحاجات الممكن مميزة زي مثلا موضوع الايفون كيس اتسي تخيل بقى الناس بتبحث عن الايفون كيس في منصة اتسي فطبعا انت اوشغل اصلا على منصة اتسي وعندك اكاونت ولم يغلق بعد وربنا طبعا يحميه ويحفظه يعني فطبعا دي بجد حاجة ممتازة جدا لترويج بجد حاجة ممتازة جدا برضو هنسل لكم برضو مثال معين خاص مثلا بايفون كيس كوتس ترتيب وتريبا في الشعبية وفي كمية البحث عليه رقم واحد تخيل انت بقى زي ما قلت لكم بقى من ضمن طبعا المميزات الخاصة بالايفون كيس انت ليك انت كالشخص مصمم انت حقيقة ممكن تعمل كوتس جمل ولا حاجة وتعملها على الايفون كيس بشكل محترم جدا وعليه طلب بشع في موقع BEINTRIFT نفس المنوال هو ايفون كيس يونيكورن زي ما قلت لكم دعوان ده معا احدا اه اشكال ممكن خاصة بالانمي ومضوع الكاتس والبيتس والدوغز والكلام ده فطبعا بنفس الطريقة وبنفس المنوال نتعمل ايفون كيس ويتكون عليه كليب ارت زي ما قلت لكم اي كليب ارت انت عايزه سواء كانت فراشة اه دوغ اه شجرة اي انت عايزه اهم حاجة تكون بشكل الجمالي وبشكل منمق وكذا حقيقة عرفت انت حضرت كده بجد منتج الايفون كيس بجد منتج محترم جدا وعلي طلب ما تهملهوش وعمله كم بروموشن على منصة بنترست باستخدام تلك الكيوورد المحترم جدا لاماله حاجة بجد جميل للغاية وانا ايضا وزارت لكم اجاب لكم هنا الرانك الخاص بهذه الكيوورد طبعا انت بقى ممكن تستخدم هذه الكيوورد في العنوان وفي الوصف وفي الهاشتاجات تمام حلو وخلص وتمنى كيفية الفيديو يكون نساعد حضرتكم ويكون استفدتم منه وبجد لو فيه اي سؤال اي استفسار اعلى محترمتك اشوفكم انجا الله في فيديو قادم ومع السلامة